نجح الشاب المصري هيثم رمزي من محافظة البحيرة في تحويل صفح منزله لحديقة تضم 150 نوعا من الزهور والأشجار المثمرة مثل رمان واتين وليمون لم يكن يدري ابن مدينة ضمنهور بالبحيرة هيثم رمزي أن هوايته التي بدأها قبل سنوات ستحول صفح منزله إلى حديقة تمتلئ بمئات الأنواع من النباتات المظهرة أو الأشجار المثمرة عندي تنوع كبير جدا من النباتات ما بين النباتات المثمرة وما بين النباتات الزهرية تقريبا عندي الروف بتاعي يضم أكتر من 150 نوعا من النباتات عندي النباتات المثمرة تتنوع ما بين تين شوكي ما بين درجون فروت ما بين بشون فروت ما بين بشملة ما بين رمان طماطم شري فراولة خرانكش بورتقان يوسف هندي فراولة أنواع كتيرة جدا من النباتات حتى النباتات العشبية عندي أنواع كتير جدا من النباتات العشبية زي الروزماري، البردقوش، النعناع، الريحان، حشيشة الليمون أو عشبة الليمون الصبرات أنا من الناس اللي بتحب الصبرات جدا عندي تنوع كبير من الصبرات والعصريات المضوع عندي كمان بيبقى مختلف في الشتة شوية لأن أنا عندي أنواع بتبقى موطنة الأصلي هولندا فدي بتعيش في فترة الشتة وبتموت عندنا في فصل الصيف هنا التين والليمون والنخل والرمان ومئات الأنواع من النباتات المزهرة التي تجعل من سطح المنزل بستانا يمنح الراحة لساكنه كما أن هذه النباتات المثمرة تلب باحتياجات منزله من الخضر والفاكهة والأعشاب المزروعة دون كيمويات طبعا النباتات أضطفت لحاجات كتير وأنا أتعلقتها بالنباتات النباتات من الحاجات المفيدة جدا للبيئة بتطلع أكسوجين تقريبا كل متر ونص من النباتات بينتج أكسوجين يكفي الفرد فطبعا أنت بتبقى قاعد في بيئة بتتنفس فيها هواء ناقي وهواء نظيف أنا كمان ما بستخدمش عندي أي حاجة كيموية أنا التسميت بتاعي حتى كله أورجانيك حفاظا على صحتي للحاجات اللي أنا بقولها وحفاظا على البيئة وحفاظا على المناخ العام وخصوصا في ظل توجهات الدولة والسيد الرئيس لمؤتمر المناخ والحفاظ على البيئة وعلى الرغم من أن تخصص هيثم في التسويق الإلكتروني إلا أنه نجح في زراعة 150 نوعا من الأشجار المسمرة المقزمة على سطح منزله بالإضافة إلى الطماطم والليمون والزهور والورود والأعشاب المستخدمة في المطابق المصرية والعربية بعد خمس سنوات من التجارب مستخدما مواقع اليوتيوب في التعلم مؤمنا بدور الشباب في مكافحة أزمة المناخ عبر إنتاجهم من الزراعة الخضراء على الأسطح والشرفات